رغم عودة موجة ارتفاع فيروس كورونا في أغلب دول العالم إلى أن البلاد لاقت انخفاضا في حالات الإصابة اليوم بالمقارنة مع عدد حالات الإصابة أمس بعد تسجيل البلاد أكثر من 1800 إصابة إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض كشفت اليوم عن تسجيل 1117 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حيث سجلت العاصمة ترابلس اليوم أكثر الحالات إصابة في عموم البلاد إذ سجلت 342 إصابة جديدة ليرتفع بذلك أجمالي الإصابات في البلاد إلى 322487 إصابة جديدة منذ بدء الجائحة هذا وأضاف المركز في بيان له اليوم أنه سجل 1533 حالة شفاء و13 وفاء ليصبح عدد ضحايا الفيروس منذ بدء انتشاره إلى 4410 الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا أتت أكلها للحد نوعا ما من انتشار الفيروس في عموم البلاد على أمل عدم عودة موجة الفيروس في الأيام القادمة